كيف حالكم أصدقائم تابعي قناة استثمر عقلك اليوم رح نحكي عن البيتكوين أيضا رح نحكي عن بعض العملات الصالحة للمضاربة أيضا سيناريوهات مهمة بالنسبة لإستحواز الـ USDT أيضا استحواز البيتكوين إذا مهتم بالتداول بشكل عام سواء تداول الكريبتو أو تداول الفوريكس أتمنى منك تشترك بالقناة وتدعم هالفيديو إذا حسيت أن المحتوى مفيد تقدر تدخل مجموعة التوصيات بشكل مجاني تماما إذا سجلت عن طريق رابط إحالتنا منصة إكسينس منصة رائعة جدا للتداول السحب والإيداع فيها بالعملات الرقمية وأيضا بعض طرق السحب والإيداع التانية مجرد ما تسجل لازم توضع أسفل بريد الإلكتروني وأسفل كلمة سر رمز الشريك رمز الشريك رح تشوفه بالوصف مجرد ما تعمل حساب تواصل معي حتى يتم إضافتك بشكل مجاني من نسبة توصيات فوركس وأيضا توصيات بيتكوين البيتكوين أصدقاء آخر تمركز عنها بمناطق الـ 64500 حكاية الكون ستو بلوز على دخولي في هالمنطقة شفنا ارتداد جيد أثناء بيانات السوق الأمريكي اليوم من مناطق الـ 66000 حولنا هالمنطقة للدعم في حال استمر البيتكوين بالإقفال على هالمنطقة هاي ممكن يتكرر عنها السيناريو ويتفعل باختراق مناطق 68500 ممكن نعيد اختبار مناطق 70300 هاي المنطقة المستهدفة بالنسبة للبيتكوين لحد الآن منطقة مضاربات فقط لحد الآن ما في عنا أي وجهة واضحة للبيتكوين في حال كسر للأعلى راح نشوف استهداف القمة أما في حال كسر للأسفل يقرر البيتكوين يستهداف مناطق الـ 61000 عنا هالفينج مهم جدا تكون حزر بتداولاتك استحواز الـ USDT أصدقاء على فريم اليوم عم نشوف في بعض التزبزب ضمن هالمنطقتين أبشع سيناريو ممكن يحصل هو كسر هالمنطقة هاي وكسر التريند وهذا راح يسبب نزيف بالعملات البديلة وأفضل سيناريو ممكن نشوفه راح نشوف تداول جانبي لأستحواز الـ USDT وهذا راح نعكس بالإجاب على سيولة العملات وعلى البيتكوين أيضا ارتفاع استحواز البيتكوين هذا بيبشر أنه ممكن نزور مناطق 70000 بالساعات القادمة استحواز البيتكوين في حال وصل البيتكوين لمناطق 70000 عطانا الاستحواز كسر للقمة للقمة عند مناطق 55000 بعدها عطانا إشارة سلبية مع وصول البيتكوين للـ 70000 هون ممكن نحكي عن بداية تدفق السيولة للعملات البديلة وممكن نحكي في حال كانت شمعة الرفض على فريم اليوم ممكن نحكي عن زيارة هاي المنطقة ورح تكون بها الموجة راح تكون ارتفاعات للعملات البديلة السيولة داخل سوق العملات الرقمية بالكامل إذا شفنا يومين تداول فقط أعلى هالمنطقة ممكن نحكي عن ارتداد ممكن يستهدف مبدئيا دخول 100 مليار دولار لسوق العملات الرقمية لحنا بحاجة يومين نشوف تداول أعلى هالمنطقة تحويله لدعم ليومين إضافيات وإن شاء الله ممكن نحكي عن ارتداد غير هيك أصدقاء أي سلبية ممكن تصير أسفل هالمستوى للأسف لحنا مهددين للهبوط وفقدان أكثر من 200 مليار لكن لحد الآن استحواز البيتكوين في ارتفاع البيتكوين حركته إيجابية بالتأكيد رح تنعكس على العملات البديلة سيناريو الدخول بالعملات البديلة اللي رح اسكرها من المهم جدا تركز على البيتكوين سباته على 66 ألف ممكن نختار مضاربة بها العملات البديلة عملة سولان أصدقاء الدخول قريب من مناطق 170 دولار وممكن للستوبلوز نخليه أقفال شمعة أربع ساعات أسفل مناطق 165 في حال شمعة الأربع ساعات أقفلت أسفل مستويات 165 للأسف هذا مؤشر سلبي وممكن نعيد اختبار مناطق 192 إلى مناطق 196 عملة الماتيك أصدقاء عند دعم أسبوعي جيد في حال العملة استقرت على هالمنطقة هاي ممكن نتوقع كسر للترند لكن من الأفضل أنك تخلي دخولك على مرحلتين المرحلة الأولى تدخل المنطقة الحالية في حال كسرت الترند وصعدت أنت عندك ربح أكتر من تقريبا 20% أما في حال استضمت بالترند ورجعت عادت للهبوط لمناطق 77 سنة هون بتخلي عندك الدخول الثاني إذا نفضل أنا بعملة الماتيك يكون عندنا دخولين الدخول الأول من مناطق الحالي مناطق تقريبا 86 سنة والدخول الثاني عند مناطق 77 سنة بهدف تقريبا مناطق 1.6 دولار عملة الأربتروم أصدقاء أيضا نفس النموذج يلي رح نستعمله مع السولانة دخول الأول من الأفضل يكون عند مناطق الدولار و40 سنة تقريبا في حال عملة كسرت الترند رح يعطينا هدف تقريبا 1.70 دولار و80 سنة هذا هو هدف عملة الأربتروم أما في حال استضمنا بالترند وعودنا الهبوط لمناطق الدولار و23 رح تخلي عندك دخول تاني في هالمنطقة هاي وأيضا رح نستهدف نفس المنطقة دولار و70 سنة عملة النير أصدقاء أنا من العملات يلي كنت على أساس أني أحكي فيها بهالفيديو لكن للأسف هي صعدت صعود جيد هاي الصورة أنا يلي نزلت على قناة التليجرام مستويات مهمة وقوية لو شفنا السعر ينزل لعندها أتوقع يكون إلى ارتداد إيجابي راقبها هاي يلي نزلناها على قناة التليجرام العامة ولاحظ أول ما نزلت العملة عملة النير لها المنطقة هاي شفنا فيها ارتداد كان الارتداد لحد الآن أكتر من 16 بالمية إذن العملة للأشخاص يلي داخلين معي بهالعملة من هالمنطقة هاي ممكن تخلي أول هدف عنها طبعا ستوبلوز على الدخول ممكن تخرج جزء من أرباحك حسب العائد يلي وفرت لك هالعملة ممكن تخلي أول هدف قريب من مناطق الـ 8 دولار للـ 97 وفي حال اخترقنا هالمنطقة هاي ممكن يكون مناطق الـ 8 دولار و60 سنت هو الهدف الثاني هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى للعجاب كون خلينا نتقل للفيديو الماضي حتى نعلن أسماء الرابحين مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقائي اللي رح ناخد منه اسم الرابح رح نتوجه للموقع اللي نسحب منه أسماء الرابحين رح نحط رابط الفيديو شكرا جدا لتفاعلكون رح نشيل تعليقات المتكررة نشوف كم شخص مشارك معنا ضمن التعليقات عنا تقريبا 97 تعليق شكرا جدا لتفاعلكون أي شخص بيطلع اسمه أتمنى يتواصل معي تيليجرام طبعا من خيره أما جائزة مالية أو الاستفادة من توقعاتنا ضمن مجموعة الفي اي بي هذا هو اسم الرابح وهذا هو معارفه أتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائزته إلى دقاء